طيب الأستاذ خالد درندلي رئيس بعثة منتخبنا في غاءة في كوديبور كان له بعض التصريحات بعد مباراة مصر وموزنبيق والتصريحات يعني قال فيها انه اعترف انه بعض اللي عبين قصروا انه كان فيه ظروف وكان فيه رتوبة وكان فيه أرضية يعني كلم فيه أمور كثيرة جدا بعدها بعد ما قالي التصريحات دي تاني يوم كان فيه خبر من اتحاد الكرة المتوزع عند المواقع والصحف انه الراجل بيدعم اللاعبين وبيدعم المنتخب وانه المنتخب ما بيقصرش وان اللاعبين ما بتقصرش بص انا بقول لك كلمتين دول عشان هو النهاردة قعد مع اللاعبين في اللاعبين الكبار تحديدا محمد صلاح وحدازي وشناه وانني ووضح لهم الأمر وقال لهم انه بعض التصريحات نقلت منه بشكل غير دقيق وانه ما يقصدش انه يقول انه هما قصروا وانه هما لعيبة كبيرة وصف الأجواء مع اللاعبين يعني في تفصيلة مهمة جدا جدا يعني عاداتنا جماعة احنا مصريين كلنا يعني ايه مصريين كلنا يعني الاستاذ خالد دولندلي ده مصري محمد صلاح ده مصري وانا مصري وحضرك مصري كنا عادها نفس الغيلة على منتخبنا يعني ايه يعني لما المنتخب بيقدي بشكل مش جيد كلها بنبقى زعلانين زعلانين من الشكل زعلانين من النتيجة بس ده مش معناه ان احنا ما بنحترمش لعبتنا ما بنحترمش منتخبنا ما بنساندش لعبتنا ما بنساندش منتخبنا فلما يا استاذ خالد دولندلي ديت العيول والله لأك النهاردة حسيت انه تقسير بيقولها يا يا بنا ادم مصري منفعل بعد المباراة على طول زينا بالزبط كلنا فكيه لما قلت لكم احنا هننفعل ونفعلنا يوم المباراة وتاني يوم هدينا وخلاص اللي فات مات واللي جاي ان شاء الله يبقى احسن واحلى فاجماعة كلنا على بعض كده كلنا ما نمسكش البعض على الواحد ما احنا لما منزعل بنزعل قوي طبيعي ولما منفرح بنفرح قوي بنعم للدنيا افراح فخلوا الدنيا بسيطة انا بقول كده اللي عيبت منتخب مصري ما يزعلوش مراجل وهو برضو يعني لو نصيحة مني يعني لو يقبل النصيحة لما يبقى في نتاج سلبية ما تطلعش بقى معها على طول ليه هيبقى عندك نفس الانفعلات بتاعتنا والمسؤول ما ينفعش يبقى عنده نفس الانفعلات بتاعت المشاجعة العادي فممكن تتكلم بعدها بيوم تطلع بيان توضع في خبر يعني انت بقول انت اكثر هدوءا يعني بس اللي بيخرج دايما وهو منفعل احنا لما بنتلع عن الانفعل احنا بنحب منتخب بنشجع منتخب مصر لكن المسؤول بتبقى الامر مختلف بس في كل احوال هو لو ينم قوي يا جماعة يعني بنمسكلوش على الوحدة عادي يعني بنفعل زي وزينا يعني مصري يعني وخلونا كده نعيش اسرة بعضينا نحب بعض ندعم بعض نساند بعض ان شاء الله ربنا هيكرمنا طيب ده فيما يخص الاستاذ خالد درندلي وجلسته مع لعبي منتخب مصر السنائي زي ما قلت لكم مران عطية وامام عشور يقتربوا جدا من التشكيلة الاسسية لمنتخب مصر امام غانا في مباراة غد ان شاء الله وفي كل الاحوال عشان بس اقول لحضراتكم انا قررت عليكم الخبر تاني عشان اقول لكم ان زيزو عمره ما هيزهر تاني بنفس المستوى اللي ظهر بيه في مباراة موزمبيك محمد اني مش هيزهر بالمستوى اللي ظهر بيه في مباراة موزمبيك نفس الامر بالنسبة لحمد فتحي مم عشور مرانة عطية مهند لاشين محمود حمادة كلهم يقدروا يملوا مكانهم في نص الملعب فاي حد هيختاروا روي فيتوريا ما تقلقش وبلاش الجملة اللي هي بتاعت ايه اه كويس كويس انا افتكرت والله كنتش ناوي مش محبرها يعني بس ايها جت في دماغي دلوقتي وانا ااسف ان انا هكون قاص شوية في اللحظة دي يعني اي حد اي حد هيطلع دلوقتي هيطلع دلوقتي ويهاجم ويقلل ويسيء ويهين اي لاعب في منتخب مصر هو شخص غير جدير بالاحترام تماما تماما ليه عشان انت كده بتخون منتخب بلدك حرفيا منتخب بلدك بيلعب ومعه 27 بطل ان شاء الله يشرفونا ما تقعدش تقول هو ازاي بيلعب فلان دا فلان دا بيعرفش يلمس الكورة دا ما بيعرفش يباصي هو فلان دا مش مصري زي يوم ما يلعب دا حسن من دا ومش عارف ايه الكلام دا ما يتقالش كده عيب يا جدع انت المشكلة مش المشكلة لا المصيبة ان اللي بيقول كده ممكن يكون لعب قبل كده منتخب مصر تصور يعني عارف قيمة تشيرت منتخب مصر يعني عارف كويس قوي المفروض الدعمي يجي زي للاعب بتاع منتخب مصر عيب عيب دا منتخب بلدك يعني بص لما بنهزر وبنناكب في بعض في اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري وزي يتقول يصف العيب الاهلي احلى واللعيب الزمالك احلى واللعيب الاسماعيلي اوحش ولعيب المصري احلى واللاسماعيلي احلى دا نعمله بنا وبن بعض هنا وبرضه ننتقد ونتكلم عنه بس لأ لأ لعيب منتخب مصر لأ اي لعب في منتخب مصر ما ينفقش ويحنا عاديين نقعد نقول لا 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 دا وحش جدا هو زي دا تأخذ منتخب باصل ده لعب منتخب مصر حد ما تخلص البطولة وبعد البطولة تحترمه فقط تحترمه وجاية نظرك الفنية قولها بالمناسبة يا عمسي ممكن اقولك ايه والله انا فنيا شايف ان امام عشور ممكن المباراة اللي جاية دي يعمل ادوار دفاعية وهجومية ممكن يبقى احسن من حمد فتح وانت تيجي تقول لي والله انا شايف ان لو مروان عطية لعب في نص الملعب في مركز رقم 6 ومحمد النيني دخل مركز 8 مكان زيزو ممكن وسط الملعب يتزيب دي كلها وجهات نظر فنيا نقولها كلنا ندردش فيها والمدرب يبقى دائما وابدا صاحب الرأي الاول والاخير وهو اللي في المعسكر وهو اللي عارف حالية كل لعب هو اللي اختار زي ما هو عايدة بس ما فيش مشكلة ندرد ديكورا ندردش فيها فنيا بس لا نسيء لاي احد من لعيب منتخب مصر عيب يعني ليش تقولت في حتة دي كنت شعب الحساب والله ومش محضة الله ان انا اتكلم فيها بس جات في بالي دلوقتي فقولت فرصة افطفض معاكم ولو سمحتم انتوا 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 بقى السادة المشاهدين اللي بيتابعوا تابعوا كل البرابة وتابعوا كل الناس وفرجوا على كل الناس كل الناس الاغلبية العظمة ناس محترمة بيتكلموا باحترام بس خليكم في الاغلبية العظمة دي بقى لاش الاقلية اللي انا دايما بقول عليهم ايه بيبيعوا بالطريقة دي والشغلات بتاعتنا دي لو بقى فيها كلمة بيع تبقاش شاول حاجة خلاص يعني اللي بيشتغلها بيع كده وانه عارف انه الناس ممكن تشتري حاجات زي كده دول ناس والله لا فيه مليون حاجة ينفع تتال عليهم بس مش هينفع أقولها بصراحة فارجوكم انتوا كمان ما تتبعوش الحاجات دي متحترموش الناس دي ما تدلهمش مساحة الناس دي ما شاء الله احنا الحمد لله ربنا كرمنا في اعلامنا المصري سواء اعلام رياضي او اعلام عام بكثير كثير كثير من الناس المحترمين شوف انا بشتغل معاك اهو رياضة انا بقولك انه فيه عشرات الناس اللي بتشتغل في الاعلام الرياضي في منتهى الاحترام ومنتهى النبل في نقل المعلومات وابداء الاراء فارجو على الناس دي الناس التانية ما تدلهمش اهتمام مش هندول الناس اللي يوصلوا انهم ما يحترموش منتخب بلدهم مش من الطبيعي ان انت يعني يا اهتمام يا اهتمام